اما بالنسبة للوزير البحريني اللي انا وصفته بكرة اللحم خليه تنبيه بشؤون البحرين البحرين بها اقليات تقمع اليوم وبها اغلبية تنتحك حقوقها وحرمات تداس بالبحرين خليه تنبيه بشؤون بلده خالد احمد الخليفة او كرة اللحم كما وصفته النائبة العراقية الدكتور حنان الفتلاوي هو وزير خارجية البحرين الذي حول حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر الى منبر للتهجم على كل مدافع عن كرامة وعزة الامة وذلك بعد ان باعه وعائلته انفسهم لاسيادهم في الغرب وتحولوا الى عبيد لهم يوجهونهم كيفما يشاءون خدمة لمصالحهم هذا الوزير الثرثار استخدم حسابه على تويتر لتوجيه سهام حقده الى سيد المقاومة حسن نصر الله والى ابطال البحرين الذين يقاومون نظام حكم عائلته الفاسد والظالم مؤلما سياده الصهاينة على كل من يرفع راية المقاومة ومنهم قوات الحجد الشعبي العراقية التي ألحقت هزائم ماحقة بتنظيم داعش الارهابي صنيعة آل خليفة وآل سعود حتى أطار الصواب الوزير الخليفي لكن ابطال المقاومة البحرانية كانوا لهذا الوزير بالمرصاد عندما ألقموه حجرا صباح يوم السبت الثالث من يونيو بعد أن نجحوا في اختراق حسابه ناشرين عبره تغريدات تتعهد بالانتقام من آل الخليفة ثأرا لشهداء البحرين والسعودية الوزير الخليفي كان يغط في نوم عميق هو وأركان وزارته قبل أن يستيقظوا من سباتهم وبعد مرور ساعات عدة ليعلن الوزير الخليفي استعالة حسابه اختراق استحق بعده خالد الخليفة وعن جدارة لقب الخرتيت ليصبح اسمه الجديد كرة اللحم خالد أحمد الخرتيت ما شاء الله هذا البغل الوزير الخارجي البحريني خالد بن أحمد على الخريطة هذا كان برميل